اشتركوا في القناة الـ Dependencies إلى I-Service Collection عبر Argument Services الآن أحباتي في الله سوف نتعرف على كيفية إنشاء الـ Actions وإنشاء الـ Views الخاصة بكل Action والبداية مع الـ Index Action التي تقوم بعرض جميع الـ Others جميع المؤلفين طبعا جميع المؤلفين أحباتي في الله موجودين عندنا في الـ Other Repository تحديدا في الـ List Method التي تقوم بإرجاع جميع المؤلفين هذه هي فبالتالي أحباتي في الله سنأتي داخل الـ Index وننشئ Variable نسمي Others يساوي هذا الـ Object Other Repository OtherRepository.List ثم نقوم بإرجاعه إلى الـ View لكي نقوم بعرضه Others جميل جدا الآن أنشأنا الـ Action بنجاح حباتي في الله هذا الـ Variable سيحتوي على الـ List الخاصة بجميع المؤلفين ثم سنقوم بإرجاع هذه الـ List إلى الـ View ليتم معرضها في الـ HTML Template الـ HTML Template غير موجودة عندنا أحباتي في الله يمكننا بطريقة يدوية أن نأتي إلى الـ Views ونضيف Right Click ثم نختار Add New Folder نسميه باسم Controller وهو الـ Other ثم داخل الـ Other ننشئ صفحة يعني Add View نسميها Index وسيكون الامتداد هو .cshtml ثم بداخلها نقوم بكتابة الماركاب الخاص بعرض المؤلفين لكن لربع الوقت للاستفادة من الأليات التلقائية التي يقدمها الـ Visual Studio نأتي باختصار ونضغط Right Click على الـ Index ثم نختار Add View ثم هنا الـ Template ستكون على هيئة List ثم الموديل Class ما هو الموديل الذي سنتعامل معه هو الـ Book عفوا هو الـ Other ثم نقله Add سيتم إضافة الصفحة اللازمة لهذه الـ Action من خلال أليات Skaffolding جميل جداً Views تم إنشاء الـ Other وداخل الـ Other تم إنشاء الصفحة Index.cshtml وهذا هو محتوها في الأول أحبت تعمل نوع الإرجاع الـ View هنا ماذا ترجع لنا؟ ترجع لنا Others نوعها هو iListOther يعني مجموعة من الـ Other iNamerableOthers فهو نفس الكلام الموجود هنا أحبت في الـ Type هو Other ثم هنا ViewDataTitle الخاص بالعنوان ثم هنا الـ Htm العادي ثم هنا يعني عندنا Table يقوم بعرض معرف واسم المؤلف وهنا عندنا بعض العمليات التعديل والتفاصيل والحذف لو عملنا Control F5 لإستعراض الصفحة هنا أحبت في الـ Hella World لماذا؟ لأن الميدلوير الموجود في الـ Startup Class مازال موجوداً لو أتينا إلى Configure سنجد هذا الميدلوير هذه المحطة أو هذا الجدار البيني يقوم بعرض Hella World نقوم بإزالته وبالفكرة على فكرة لما نقوم بعد بتفعيل الـ Route سنقول له هنا App.UseMVCDefault ودفولت الـ Route يعني التقويب الافتراضي بمعنى MVC سيكون الـ DefaultRoute ودفولت على هذه الكفية slash controller slash اسم الـ Action هكذا أحبت في الـ الـ Controller عندنا هو Other نكتب Other ثم ندخل بالفعل دخل إلى الـ Index هنا إما أن نكتب Index وهو تبقائياً الـ Index تؤشر إلى الصفحة الحالية هنا أحبت في الـ لاحظوا قام بعض Table تحتوي على العناصر اللازمة عندي المؤلف الأول الثاني الثالث المعرف ثم الإسم ثم هنا العملية اللازمة Edit Detail Delete طبعاً لو دخلت على هذه الروابط سيعطيني بأن الصفحة غير موجودة Details.cs.html غير موجودة سنقوم بإنشائها إن شاء الله في إبانها وسنقوم أيضاً بالتحكم في الـ Style لأن الـ Style هنا Style بدئي أو بداي لا يحتوي على أي تحسينات لكن مبدئياً أحبت في الله أحب أن أهنيكم لأننا تمكننا بفضل الله من إنشاء أول View تعمل تأشير لأكشن معينة الأكشن هي Index تقوم بإرجاع مجموعة من المؤلفين هؤلاء المؤلفين عرضناهم هنا في الـ Index بهذه الكفية عندنا Table ثم هنا عندنا T-head عنوان Table ثم هنا محتوى Table يتم عرضه من خلال آلية كرارية بالاعتباد للـ ForEach Statement نذهب إلى كل عنصر من عناصر الموديل الموديل هو هذا الموجود هنا هو OffTypeOther ويتم عرض Model.ID ثم FullName الإسم والمعرف إلى هنا أحبتي في الله تنتهي حصة اليوم أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد ونلتقي في الحصة المقبلة بحول الله وقوته من أجل التعرف على كفية عرض تفاصيل مؤلف معين داما لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ترجمة نانسي قنقر